في تونس قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر أن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت السبت سيتم الإعلان عنها بعد غد الاثنين كان بوعسكر قال أن أكثر من 800 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم قبل إغلاق مراكز الاقتراع بساعتين وذلك بالنسبة مشاركة تجاوزت الثمانية بالمئة هذا وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها بانتظار نتائج منافسة ألف وثمانية وخمسين مرشحا على مئة وواحد وستين مقعدا في مجلس النواب من بينهم مئة واثنتان وعشرون مرأة سوف تحال محاضر الفرز على مراكز التجميع في مقارات هيئتنا الفرعية لتتم معالجتها هذه الليلة ويوم غد وسوف يتم الأعلان الرسمي عن النتائج الأولية للانتخابات حالما يكون لدى مجلس لهيئة كل المعطيات المتعلقة بجميع المحاضر التجميع الصادرة عن جميع هيئتها الفرعية في تونس وخارج تونس وأيضا كل المعطيات المتعلقة بالمحاضر وبالتقارير الخاصة بمراقبة الحملة سواء الصادرة عن أعوان مراقبة الحملة أو عن هيئتنا الفرعية أو عن خلايا الرصد التابعة للهيئة المتعلقة طبعا برصد الصحافة السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية والفضاء المفتوح مبدئيا قد تعلن الهيئة بعد يوم الغد إن شاء الله على النتائج الأولية بعد التثبت في كل ذلك طبعا الأعلان عن النتائج الأولية يقتضي التحري في خصوص المخالفات المرتكبة من الفائزين في شتى الدوائر فالتجميع الأصوات الذي ستقوم به لايئة فرعية هو عدل الأصوات ولكن النتائج الأولية بما يفترضه من تطبيق حتى لمقتضية الفصل 143 وإمكانية إلغاء جزئية أو كل هذا من صميم صلاحيات مجلس الهيئة بعد التثبت من كل هذه المحاضر والتقارير من تونس ينضم إلي مراسل العربية وليد عبدالله وليد أهلا بك معنا أبرز الملاحظات على هذا اليوم الانتخابي الطويل مساء الخير ميسون أبرز الملاحظات بل أهمها على الإطلاق هو نسب المشاركة المتحدة دنية في هذه الانتخابات التشريعية كثامن انتخابات منذ سنة 2011 ورابع عملية انتخابية تشريعية إذا ما احتسبنا انتخابات المجلس الوطني التأسيس النسب تراوحت بين 69% مسجلة في انتخابات 2014 و41% في سنة 2019 وأكثر من 50% في 2011 لكن النسبة اليوم لم تتجاوز التسعة بالمئة قد تلامس العشرة بالمئة على اعتبار أن الاحصاءات المعلنة أو النسبة المعلنة لم تأخذ بعين الاعتبار الدوائر الانتخابية في منطقتين جرجيس وجربة التي لم تعلن عنهم هيئة الانتخابات إلى حدود هذه اللحظة حيث تجري الآن عملية فرز المحاضر وتجميع الصناديق نقلها للهيئات الفرعية على أن يتم ذلك في مرحلة لاحقة نقل هذه النتائج إلى الهيئة أو مقر المركزي لهيئات الانتخابات التي قد تعلن مساء يوم غد أو على أقصى تقدير كما تحدث رئيس الهيئة عن النتائج الأولية يوم الاثنين خاصة أن نسب المشاركة لم تكن كبيرة أبرز الملاحظات أيضا ميسون هو الجدل الذي رافق العملية الانتخابية منذ بدايته إلى حدود هذه اللحظة ردود فعل متباينة بين من يتحدث عن انتخابات نزيهة وشفافة لأول مرة دون مال سياسي دون تمويل عمومي دون حضور للأحزاب السياسية والبروباجاندا بين ظفرين والمكينات الدعائية الأعلامية التي استستغل وسائل الأعلام والمال السياسي للترويج لأحزاب سياسية دون برامج ثماني مئة والثلاثة ألاف ناخب الذين توجهوا اليوم إلى صناديق الاقتراع يقولون أنهم بمجهود فردي من المترشحين للانتخابات القادمة في ردود الفعل ميسون أيضا وهذا ما لاحظنا هناك من دعا إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانيها كحل من الحلول بعد هذه النتائج المسجلة في الانتخابات التشريعية ولكن هناك من يتحدث أيضا على أن هذا العزوف عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع هو نتيجة للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد ورسالة واضحة لمن هم في السلطة وأيضا للمعارضين بأن السياسة لم تعد هي الشغلة الشاغلة للتونسيين اليوم بل الإنكباب على الملفات الاقتصادية والاجتماعية طيب وليد هل سيكون هناك من تدعيات على تدني هذه النسبة يعني ماذا يقول المحللون الخبراء هل تؤثر مثلا هذه النسبة المتدنية بأن يطعن البعض بهذه النتيجة بأنها لا تمثل كل التونسيين مثلا في الحقيقة ميسون هذه النسبة لا يمكن الطعن فيها إلا من قبل المترشحين والمشاركين في الانتخابات التشريعية بشكل قانوني لدى المحكمة الإدارية وهو الطعن الوحيد الذي يمكن النظر فيه بوفق القانون الانتخابي على أن تعلن النتائج النهائية بعد استفاء النظر بشكل قضائي وقانوني من قبل المحكمة الإدارية في الطعون المقدمة إن وجدت بعد إعلان النتائج النهائية هذا من ناحية من ناحية ثانية كل ما يحدث ما هو إلا سوى تجاذبات سياسية بين المساندين للمشروع الرئيس قيس السعيد والرافضين له وخاصة من حركة النهضة ومن لفها من أحزاب سياسية كانت موجودة في الصحة قبل الإجراءات الاستثنائية في الخامس والعشرين من يوليو عدا ذلك الكل ينتظر هنا تركيز المؤسسة البرلمانية الجديدة والتي سيتم تأسيسها خاصة أن هناك حديث عن دورة ثانية للانتخابات التشريعية لأول مرة في أفق شهر مارس من العام المقبل وبالتالي لا حديثة عن إمكانية تعون أخرى أو احترازات من شكل آخر عدا ما ينص عليه القانون الانتخابي ميسون شكرا لك على كل هذه المعلومات وهذه التفاصيل وليد عبد الله مرسل عربية كنت معي من تونس ترجمة نانسي قنقر